السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 8-9 أيلول سبتمبر القمر الآن منتصف الليل القمر موجود في الجوزاء ورح يظل لغاية ساعات الصباح صباح اليوم الجمعة بعدها بده ينتقل لبرج السرطان وفي قلوم مسار احنا الآن بفترة قلوم مسار طبعا القمر رح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 4 و35 دقيقة من بعد عصر يوم الأحد لينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية ساعة 4 و59 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر الآن موجود في برج الجوزاء حكينا لغاية ساعات صباح يوم الجمعة فعشان هيك منظل في عنا نوع من أنواع النشاط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وما زال الناس اللي منتعامل معهم من حسنهم متقلبين بمزاجهم وأفكارهم وتصرفاتهم وبيصعب تصديق الوعدة أو كلمة علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها ولكن نأخذ بعين الاعتبار أنه في خلو مسار بالنسبة لخلو المسار طبعا هو يعني بدأ من مساء يوم أمس الخميس ورح يستمر لغاية الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان هذا بيعني أنه ما زلنا إحنا في فترة خلو مسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بيستقر في برج السرطان ومنبدأ نشعر من ساعات الصباح بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إنه لا أحبانا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراع عقار أو زراعة نبت ما أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا بداية زاوية وعنا ذروة زاوية من الزوايا البطيئة أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين أورانوس طبعا هاي زاوية زاوية إيجابية اليوم ببدأ تأثيرها اليوم ثمانية تسعة ببدأ تأثيراتها وبتستمر تأثيراتها ليوم ثلاثة وعشرين تسعة ذروتها يوم ستة عشر تسعة الساعة وحدة وثلاثة وعشرين دقيقة فجرا بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا بتمنحنا لابتكار ومواهب للاختراع والانجذاب لكل ما هو جديد منعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم أو ممكن يصير بعض التغييرات المفيدة اللي ممكن تخرجك من رتابة الأوضاع بالدل على زيادة اهتمام الحكومة بالميدان التكنولوجي ومحاولة تطويره خصوصا الصناعات الدقيقة والطيران والفضاء هذه الفترة بتشهد كذلك زيادة في رحلات الخطوط الجوية والتنظيم اللقاءات الدولية وحرية التعبير وزيادة مداخيل القطاع الخاص والتشجيع المبادرات الفردية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 10 و43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤونها بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة عملنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة طبعا هذه الزاوية اليوم ذروتها هي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري اليوم هي بدأ تأثيرها يوم 30 ثمانية ورح يستمر تأثيرها ليوم 16 تسعة اليوم ذروتها الساعة 11 و12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا تمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلب الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن أن نحقق يعني نجاح في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية ذروتها الساعة 8 و32 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى حدود التقلب المزاجي والعصبية أيضا بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نأخذ قصة من الراحة ونهدى هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية الرئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية ونظام التبهدل من ساعات الصباح بتصير الأعضاء الأكثر حساسية في جسمنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هدولها الأكثر حساسية طبعا بالنسبة لهذا اليوم وهو آخر يوم لا يوصى بإجراء عمليات تجميلية يعني ابتداء من يوم الغد السبت خلاص الأجواء بتبلش تتحسن لأنه بتنتهي تأثيرات كوكب الزهرة يصلح للعمليات الجراحية هذا اليوم من ساعات الصباح بعد انتهاء خلو المسار على العمليات التجميل زي ما حكينا نحاول نصبر ليوم الغد يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج السرطان خلو المسار القادم رح يبدأ ساعة 12 و46 دقيقة من ظهر جوم الأحد 10-9 ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و35 دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 23 يوم في تمام الساعة 59 دقيقة مساء بصير عمره 24 يوم نسبة الإضاءة 31% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوه بأمور السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى الأجواء العاطفية ولكن بتكن تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وأثناء حركتكم وتركزوا بشكل جيد وتضبطوا عصابكم من العصبية أما من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهمش أنه ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت وحاضروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك فعشانك بدك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك وحواراتك أيضا العباء كثيرة وممكن ما تجدوا للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات وتحذروا من النصابين والمحتالين والمغامرات المالية قدر الإمكان أما من ساعات الصباح بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات ومتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران حاول أنك تعبر عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك وابحث عن التوافق والإنسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال فحاذر من إهمال الوضع الصحي واتجنب الإرهاق قدر الإمكان برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنتو عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبظل النشاط موجود عندكم والحيوية عالية جدا أما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم فكر بمنطق وعالجوا الأمور الطارئة فورا حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف اليوم لقاء داعم لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ما راح التعب يظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح ولأن بدأ يقل بالتدريج وما اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح من ساعات الصباح القمر خلاص بوصل عندكم فبتمتلقوا نشاطوا حيوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات وممكن تتلقى اليوم إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطة أو عمل جديد أو بتستعيد حياتك رو نوقها وحيويتها فيه أشياء إيجابية خلال هذا اليوم حاول أنك تستغلها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء لغاية ساعات الصباح ولكن بدأ الضغط عليكم لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب عشان هيك حاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك أو على المحيطين فيك وإذا توجهت لك دعوة أو حضور حفلة حاول أنك يعني ما تتقلب بالمزاج أما من ساعات الصباح فهنا القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء جديد اتخلص من عادتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير بالنسبة لما أوليد برج العذراء بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وبضل علاقتكم مع مسؤولينكم ولكن قدر الإمكان حاولوا أنكم ما تغامروا نهائيا حاولوا ما تدخلوا بأي شيء ممكن أن يشوه سمعتكم في هاي الساعات وخلوا علاقاتكم جيدة مع المسؤولين أما من ساعات الصباح فهو هنا بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة أكثر يبيط معين بالك وممكن تحصد دعم أو تأييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء واعد العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الآن القمر يعني في قلوه مسار فعشان هيك اللي بدي يتقدم لامتحان أو عنده مقابلة أو عنده مناقشة أو عنده مراسلات بده يركز بشكل جيد وبده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وانتبهوا أثناء تنقلاتكم وإذا كان عندكم سفر تفقدوا أمتعتكم أما من ساعات الصباح بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد وكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أي شخص إثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات انت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح ولكن بدون أي مغامرات أو مجازفات مالية وحاول أنك تبعد عن النصابين والمحتالين وما يتغرر فيك على المستوى المالي أما من ساعات الصباح فهنا بيصلكم خبر سار من بعيد وتعتبر هاي الفترة فترة حافلة بالنشاطات ابترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون لك كثير من الاتصالات البعيدة هذا اليوم ممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض عالج المسائل المتنوعة ولكن بهدوء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة والأجواء بظل جيدة للمصالحات ولكنها مش جيدة للمشاكل والعصبية والحدية بالطباع عشان هيك ضبط العصاب ومراقبة الصحة مطلوبة أما من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بانتظارك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عد الأولوياتك إذا دعت الحاجة ودقك بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتحاولوا تنتبهوا لصحتكم إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي اتراجعوا طبيبكم والأعصاب والعصبية يعني ما في الهداعي أما من ساعات الصباح فهنا بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم القمر بصير مقابلكم تماما وتعتبر هاي فترة صعبة وثقيلة خلال هاي الأيام بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات اتجنبوا ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث بيجعلك القمر مضطرب ومرهف الحس وبتشعر بالارتباك والغضب رغم كل هذا بتتمتع بطاقة كبيرة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا ما أعتقد فعشان هيك بتنتبهوا من المغامرات المالية ممكن تمارس هواية أو تتقارب عاطفيا أو مع أحد الأبناء لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح القمر رح يصير في البيت السادس هنا بتنهمكوا أكثر أو بتنتبهوا أكثر لصحتكم وبتنهمكوا أكثر في أعمالكم فبدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة والنشاط عالي جدا وممكن تمارس عملك بحماسة ولكن بدك تنتبه من الأمور الصحية ممكن يعني تضطر لمراجعة الطبيب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت تنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة بلقاء عزيمة باجتماع مناسبة فرحة أمور إلها علاقة باستئجار أو إلها علاقة ببيت جديد أو ديكور أو علاج أعطاء المنزلية يعني كثير من الأحداث المتوقعة ولكن لأنها ساعات خلو مسار ما بشجع للبدء بأي شيء جديد أما من ساعات الصباح فالقمر بينتقل وبصير في البيت الخامس فأخوانا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا معالجة الأمور بروية مبتعدين عن التعقيدات ممكن تمارس هواية أو تهتم بنفسك أكثر فأكثر اليوم يا تجميلياً يا نفسياً برضو للترفيه والتواصل مع الأبناء ممتازة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء